فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تنائم قضاء وقدر قضاء وقدر الحمد لله ما حدث هو مجرد قضاء وقدر هذه الجملة نسمعها كثيرا في الأفراح وفي الأحزان في الخير وفي الشر لكن ما هو معنى هذه الجملة وهل القضاء شيء والقدر شيء آخر وهل سبب وقوع المصائب علينا يكون قضاء وقدر بإرادة الله بدون سبب أم لسبب من عند نفس كل شخص منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للإجابة على هذه الأسئلة سنقرأ بيانا كتبه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يتلوه عليكم أحد أنصاره إلى الله والبيان مكتوب بتاريخ 26 من دلحجة لعام 1431 هجريا والموافق 3 من ديسمبر لعام 2010 ميلاديا بحسب التقويم الرسمي لأم القرى والبيان بعنوان بيان المهدي المنتظر عن القضاء والقدر من محكم الذكر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين الطاهرين من أولهم إلى خاتمهم جدي محمد رسول الله وكافة المسلمين التابعين للحق إلى يوم الدين وهذا البيان الإمام المهدي إلى القضريين الذين يقولون على الله ما لا يعلم فيزعمون أن ارتكاب الفاحشة وأعمال السوء قدر من الله فيقول قدر الله عليه أن يرتكف فاحشة والجواب من محكم الكتاب قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم وقال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم ولربما يود أن يقاطعني أحد علماء القدريين فيقول مهلا يا ناصر محمد اليماني ألم يقل الله تعالى وغدع الكتاب فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم ويقصد بذلك أعمال السوء في الكتاب المبين الخاص برب العالمين ومن ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ولا سوف أفتيكم عن القضاء والقدر ألا وإن القدر هو تقدير أحكام من الرب في الكتاب بسبب علمه بما سوف يعمله عبيده ويعلم علام الغيوب أعمالكم فكتب ما سوف تفعلون وليس أن علمه السوء هو القضاء والقدر سبحان رب العالمين بل القضاء والقدر هي الأحكام التي حكم بها على أصحاب فعل السوء ويعلم علام الغيوب أن عبده فلان سوف يفعل من السوء كذا وكذا ثم كتب ذلك في علم الغيب عنده في الكتاب المبين كتاب علام الغيوب ثم قدر حكمه على عبده من غير ظلم بل بسبب علمه ما سوف يفعله عبده من السوء الذي علمه من قبل أن يخلق عبده وليس أن الله قدر عليه عمل السوء بل علم الله ما سوف يعمله عباده من السوء ثم دونه في كتابه ثم قدر الأحكام عليهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولكن الله جعل فارقا زمنيا بين علمه بحدث السوء وبين القضاء والقدر فجعل هناك فارقا زمنيا ما يشاء قبل أن يصيبه بحكم القضاء بقدر مقدور وذلك لعله يستغفر ويتوب قبل ما جاء قدر القضاء لحكمه بالمصيبة تصديقا لقول الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم كون العبد لو عمل سوءا ثم استغفر وتاب وأناب إلى الرب ليخفر زمبه ويهدي قلبه فلن يصيبه الله بحكم القضاء والقدر عليه بالمصيبة بل سوف يبرئ الله حكم المصيبة المقدرة في الكتاب فلا تصيبه بسبب توبته من بعد فعل السوء فيبدلها بحكم حسنة العفو والمغفرة على عبده بسبب أنه أناب من قبل أن يأتي القضاء الزمني لقضاء حكمه على عبده بالمصيبة في نفسه أو أي مصيبة مادية يقدرها عليه فلن تصيبه فيمر قدرها المقدور في الكتاب المسطور فلا يتحقق من المصيبة شيء والسبب كون الله أبرأها من الكتاب بسبب أن عبده من بعد فعل السوء استغفر الله وتاب وأناب فتاب الله عن الخطائين الذين تابوا وأنابوا وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ومن ثم يغفر الله لهم خطأهم ويغفر الله لهم ما عملوه من السوء كونهم استغفروا الله وأنابوا إليه وتابوا من قبل أن يأتي القضاء والقدر عليهم بحكم المصيبة الحق من غير ظلم ولم يأتي القضاء والقدر إلا وقد أبرأ الله حكمه حتى لا يصيبهم به كون القضاء والقدر لن يصيبهم بالمصيبة في أنفسهم أو في أموالهم إلا إذا جاء قدر قضائها وهم لم يستغفروا ربهم ويتوبوا إليه تصديقا لقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم وتلك المصيبة هي المقصودة بالقضاء والقدر في الكتاب وهي أحكام الله بالمصائب على عبيده بالحق من غير ظلم بقدر مقدور في الكتاب المصطور ولكن سبحان رب الذي من رحمته جعل هناك فارقا زمنيا بين السوء الذي سيرتكبه عبده وبين الحكم عليه بمصيبة ما وجعل فارقا زمنيا في الكتاب للقضاء بحكم المصيبة عليه إلى قدر مقدور وأغلب القضاء والقدر هي أحكام عليهم بالمصائب بسبب زنوبهم لعلهم يرجعون دون المصيبة الكبرى بالعذاب الأكبر كون الله لو يصيب الناس بالعذاب الأكبر فور زنوبهم إذن لأهلكهم فور الانتهاء من عمل السوء كون الله لو يأخذ كل عبد بما كسب فور زنبه إذن لما ترك على الأرض من دابة كونه لا يوجد أحد معصوما من الخطأ أبدا غير الله سبحانه وتعالى علوا كبير تصديقا لقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا صدق الله العظيم ولكن الله يمهي العباد ويقدر لمن يشاء منهم بمصائف في أموالهم أو مرض بأنفسهم لعلهم يرجعون إلى ربهم فيتوبون إليه قبل أن يأتي قدر القضاء بالحكم عليهم بالهلاك وعلى سبيل المثال علم الله أن عبده فلان سوف يفعل من السوء كذا وكذا في يوم كذا وكذا في الساعة الفلانية لعل عبده يستغفر ويتوب وينيب قبل أن يأتي قدر القضاء عليه بحكم المصيبة ولكن الذين لا يعلمون خلطوا بين علم الله بأعمال عباده وبين القضاء والقدر فليتقوا الله ولا يقولوا على الله ما لا يعلمون كون الله لا يأتي منه إلا الخير كون الله لا يأتي منه إلا الخير وأما المصيبة فهي بسبب ما قدمته أيديهم تصديقا لقول الله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم ما أصابق من حسنة فمن الله وما أصابق من سيئة فمن نفسك صدق الله العظيم ولربما يود أحد الذي يؤولون كلام الله من عند أنفسهم أن يقاطعني فيقول مهلا يا ناصر محمد اليماني إنما يكتب الله عمل السوء في الكتاب عند الحدث تصديقا لقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا صدق الله العظيم ثم يزعم أنه قد حاج الإمام ناصر محمد اليماني بآية محكمة بينة ثم يقول وكيف لا تكون آية محكمة وفتوى ضاحدة تفتي أن الله لا يكتب قول وفعل السوء للعبيد إلا من بعد ما يحدثون فعلا أو قول السوء تصديقا لقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا صدق الله العظيم ومن ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول سبحان الله العظيم علام الغيوب فهو لا يقصد كتابة السوء في كتابه المبين في كتابه المبين بل يقصد في كتاب الملك عتيد فهو لا يكتب السوء فيه إلا من بعد حدث فعل السوء تصديقا لقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كون رقيب كاتب الحسنات وعتيد كاتب السيئات لا يعلمون ما سوف تفعلون بل يعلمون ما تفعلون حين الفعل ثم يكتبونه تصديقا لقول الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم ومن ثم يقومون بكتابة السوء من بعد الفعل أو كتابة القول من بعد القول تصديقا لقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا صدق الله العظيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليمان اشتركوا في القناة